مرور محمد العلي من سكان قرية حمر التل تابع لبلدة أبو فرع عم نشكي من مشكلة الحراغات كتأثيرة على المنطقة وعلى الجو وعلى الأطفال بشكل عام صارت في عنا أمراض وهلنا نحن داخلنا على صياب فصل الصيف ما حدا في نام برة من الدخان والقبر يتجي منها والأضرار وصارت أضرار عندنا في الطبيعة والمناخ وصارت عندنا أمراض وصار الحالة يرثلها والحراغات انت شايف هاي فيها دخنة هي على أساس بتكون بشروطها وأنظمتها وكذلك على الكهرباء فما حدا تقيد بهالشروط ولساتهم على وضعهم القديم عم شغلوها وز ودخان وأثرت على الطبيعة وما عم نزرعوا شجر فإن المفروض في قانون عندهم مشروط نزرعوا شجر فما حدا التزم هالقرار وما زرعوا له شجر وفضلت الدخنة مثل ما هي وما تقيدوا بالشروط اللي أعطوها إليهم ولساتهم على الدخان وعلى القديم عم يشتغلوا وأثرت كثير علينا وصرنا بحالة يعني يرتلها فنتمنى أن نضرب هذا الموضوع أنه يصيروا على الكهرباء أو يقفوا فارد مرة أنا كوثر الحبيب منهم معظمة جوالة بس أحب أدنا مشكلة يعني هي نتعاني من هالمنطقة هي مشكلة الحراقات ونحب أن نطلبنا الإدارة الذاتية أنه تقفلنا عن هذه المشكلة وتلاقي حل هالمشكلة يعني لو مثلا مجرد نقل هالأماكن متطرفة بعيدة عن الأجواء السكنية طبعا ضمن شروط يعني منها لنفترض زرع شجرة عند كل حراقة لتخفيف من أزمة ألد دخان كي تخفف من أضرارها على المجتمع على البيئة حسين حسين عايد أمد خوزين أنه في حراقة شاركي جوار ببينة لأنه حراقة قلت تأثيري تكن الزاروة النخوشية نخوشي قلت جما هنا وبشفجي دنيا بويا هاوين يعني انها كسن كاريل دار فرازي جبهنا حراقة وحراقة على أساس أنه حموصر كهربابا بس كس تقيد يفيد شتين كريا أمد خوزين شهفالا وجري برياما أنه شاركي جمر ببينة اشفى حراقارا